فورة غضب يبثها ناشط العراق عبر المنصات وفي حديثهم المتداول على اختطاف الناشط البيئي جاسم الأسد والأسيم اختطافه الذي مر عليه أسبوعان لسان حال الناشطين وصفوا الموقف الرسمي الذي قالوا أنه لا يليق بحجم الحدث وكالعادة تذاع كلمات البيانات الأمنية الرسمية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي الفعل الإجرامي مهما كانت انتماءاتهم فيما يرى سياسيون أن بعض الجهات الخارج عن القانون تكسر هيبة الدولة وتجذر لا دولة بتكرار مسلسل الخطف للناشطين في العراق ومعه يتكرر مشهد المأساة لعائلة تستنجد بالدولة بإيجاد الأسدي ولك أن تصدق في العراق أنه في كثير من حالات الخطف يغدو المواطن باحثا عن الجاني معرضا نفسه في أحيان كثيرة للخطر وربما للمفاوضة مع الجهة المنفذة للاختطاف مرة أخرى تواجه الحكومة نقطة ضعف عميقة في قدرتها على مواجهة النفوذ والسلاح المنفلت وهنا تكمن التحديات التي توضع على طاولة رئيس الحكومة محمد الشيعة السوداني بحسب السياسيين فيما إذا كان قادرا على أن يقطع دابر مسلسلات الكواتم والاغتيالات والاختطاف تحديدا في بنود ما وعد به ضمن منهاجه الوزري لكن ما يلمع في مخيلة العراقي الناشط والمدافع عن ثرى بلاده ومقدراتها ما يعيد به جاسم الأسد عنوان طمس الحريات والحقوق إذ يؤكد مقربون من الأسد أن لخطفه علاقة مباشرة مع ما كان يدافع عنه من قضايا المياه التي كان يؤكد أن سبب غياب الاهتمام بها يعود إلى نكبة صنعتها أمزجة سياسيين ومتنفذين وحكام تضاف ورقة جاسم إلى عشرات عمليات الخطف والاغتيال التي تمت خلال السنوات الماضية دون نتيجة تذكر غير أنها ملفات في أدراج الحكومات المتعاقبة ربما أقفلت من جانبها لكن لم تقفلها منظمات دولية أو محلية بقناعة تدهور حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في البلاد اشتركوا في القناة